رحل إذن قائد الجيش الأوكراني ظاليري زالوجني وجاء ألوكسندر سيرسكي فمن هو قائد الجيش الأوكراني الجديد؟ سيرسكي من المقربين للرئيس الأوكراني لكنه في المقابل مكروه من الجنود بشدة لتسببه بخسائر فادحة بين العسكريين حتى نال بينهم لقب الجزار قبل القرار الأخير شغل سيرسكي منصب قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني منذ العام 2019 لقبا خلال هذه الفترة ببطل أوكرانيا لعام 2022 في عام 2013 مثل وزارة الدفاع الأوكرانية خلال نقاش تحويل نمط جيش بلاده وفق معايير حلف شمال الأطلسي في مقر الناتو تدرج في المناصب العسكرية وقاد في العام 2014 عمليات ضد الموليين لروسيا وخاض معارك شرقية البلاد أنذاك ترأس سيرسكي بعد عام 2016 مقر العمليات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية وقاد عملية مكافحة الإرهاب شرقي أوكرانيا أيضا الجنرال وفي أول رسالة له أكد أنه يريد تحسين أداء الجيش الأوكراني للانتصار في الحرب على روسيا لكن هل هذا الكلام مقنع لجنوده؟ لا نعلم كما أكد أيضا أن أولويته الحد من الخسائر البشرية في الجيش ووعد بتدريب جنود الوحدات القتالية بشكل أفضل